النهاردة هنعمل الروز المبهر بس بالروز المصري مش معنا ان الروز البسماتي بقى الكيلو بخمسين جنيه واكتر ان احنا نبطل نعمل الروز المبهر احنا هنعمل الروز المصري بالبهرات وبنفس طريقة الروز البسماتي وهيكون احلى ان شاء الله عندي هنا احط معلقة من السمنة وشوية زيت او زبدة او زيت او سمنة بس او زيت بس زي ما تحبي بصلة مفرومة نعم هحطها بس او شوحة شوية كده لحد ما تدبل شوية عندي جزر مبشور دي جزر واحدة برضو عندي اتنين من الطماطم مبشور انا النهاردة عاملة كمية الروز حوالي ثلاث كوبات من الروز المصري غسلية طبعا ومجهزية هقلب كويس كده وبعدين المكون اللي لازم احطه في كل وصفات الروز معلقتين من العسل الاسود انتم مش متخينين يا جماعة العسل في الروز المبهر بدي طعم حلو قد ايه والبديل لو مفيش عندي عسل بحط معلقة سكر اه دلوقتي انا غسل الرز مجهزة هنزل بكمية الرز بتاعتي دي من اجمل وصفات الرز اللي بيبقى طعمها حلو جدا هقلب كويس انا طبعا مجهزة عندي المرأة لو لو مش عندي مرأة البديل ان انا احط مية ومكعبين من المرأة رز بتاعي ثلاث كبات رز اخدو كباتين ونص من المرأة هقلب كويس بالشكل ده اه هنزل بقى باثنين لومي او لمون مجفف ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الكاري ونود قرفة انا بحط الملح في الاخر هقلب كويس البهارات بتاعتي بالشكل ده وبعدين هنزل بالملح بس كده هغطي على الراز لحد ما يتشرب ميته بالمنظر ده الراز يتشرب ههدي النار تماما لحد ما يكمل سوا في الوقت ده هجيب توصى وحط فيها معلقة من السمنة وده الخطوة ده اختياري لو حابة تحطي زبيب او مكسرات هنزل بشوية زبيب وعندي شوية مكسرات هحمصهم شوية في السمنة زي ما قلت الخطوة ده اختياري لو مفيش اي مكسرات مفيش مشكلة الروس طعم جميل جدا مش محتاج اي اضافات هكمل بقى تحميص المكسرات بالمنظر ده الرز بتاعي خلاص بقى جاهز استواه خلاص تمام هقدم الرز بتاعي بقى يمشي معه اصناف كتير قوي من الاكل بيبقى جميل جدا زيني الوش بقى بشوية زبيب ومكسرات بالمنظر ده هو رز لوحته جميل جدا مش محتاج اي حاجة جربي ان شاء الله هيعجبك اشتركوا في القناة